وفي التطورات الميدانية للأزمة الأوكرانية الروسية قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقريرها إن الجيش يواصل الهجوم على القوات الروسية في قطاعين مهمين من الجبهة شرقي وجنوبي البلاد وقد حقق بعض النجاحات وجاء في التقرير أنه على خط الجبهة الجنوبي في منطقة زابوريجيا تحققت نجاحات جزئية وإجمالا كان هناك خمسين معركة في جميع أنحاء أوكرانيا هذا وتركزت هجمات القوات البرية الروسية على الأجزاء الأمامية من كوبيانيسك وليمان في الشرق وكذلك إفديفكا ومارينكا بالقرب من دونيتسك وفقا للمعلومات الأوكرانية مع الإشارة إلى أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من البيانات العسكرية المنشورة